إلى الشرق من مدينة درعا تقع صوامع لتخزين الحبوب تطل على المدينة وقرى مجاورة لها شيدت هذه الصوامع العملاقة قبيل اندلاع الثورة وأودع فيها مخزون الطحين في القرى والبلدات القريبة يشكو الأهالي من نقص الطحين بسبب قطع النظام إمدادات هذه المادة الغذائية الحيوية عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة احتفعتها صار القمح جدا بسبب قلة الطحين لأننا من القرى المحرومة من مادة الطحين من قبل النظام فنتمنى الجيش الحري يحرر الصوامع غرز أن تتأمن هذه المادة لأنه إن شاء الله يكون فيها مخزون جيد جدا من القمح المعارضة السورية المسلحة فرضت حصارا على مواقع تتمركز فيها قوات النظام وهي الصوامع وحاجز قصاد وسجن غرز الذي سيطرت عليه مؤخرا ومنعت وصول التعزيزات إلى القوات المنتشرة هناك ويعلق مقاتلون معارضة آمالا كبيرة على هذه المعركة بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تقع فيه الصوامع إذ تفصل المدينة عن الريف الشرقي وتعتبر نقطة تحصين لعدد كبير من المواقع المهمة لدى النظام كحاجز أم المياذ الذي يعد آخر حاجز في المنطقة الشرقية ومركز نصيب جابر وهو المعبر الوحيد الذي بقي تحت سيطرة النظام أهمية الصوامع أنها منطقة مرتفعة وتكشف تحركات الثوار بالمنطقة الجنوبية بالكامل ويوميا يحاول النظام باختحام هذه المنطقة والحمد لله رب العالمين شهرين على التوالي ولم يستطع عسكري واحد أن يخترق هذا القطأ وهناك ما يقلق المظام وهو أن فرع المخابرات الجوية سيصبح تحت نيران قوات المعارضة يتطلع مقاتلو المعارضة لفرض سيطرتهم على هذه الصوامع وإحراز مكاسب الجنمة منها عسكري لأهمية موقعها ومنها إنساني لتوزيع القمح على الأهالي أمر الحوراني الجزيرة درعا